أهلاً رحيم أخواتي الكرام الوضعية الوبائية لآخر 24 ساعة تميز بالتسجيل 15 حالة جديدة من كوفيد منها حالتان مخالطتان و13 من الحالات المجتمعية كما فيها شفاء 39 مصاب ولله الحمد لم نسجل وذات عدد الحالات إجمالاً بلغاً 16.792 منها 9.004 حالات من المخالطين و188 من الحالات الوافدة والبقية من الحالات المجتمعية كما وصل عدد حالات شفاء إلى 15.985 والشهداء 425 ليرحمهم الله جميعاً الإصابات النشطة اليوم عددها 382 منها 331 بدون أعراض 33 بأعراض خفيفة و18 في حالة حرجة الحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي بين المقاطعات ذنتان في بومديل ذنتان في كيفا ذنتان في بوتيلهميت واحدة في كل من شنقيطي وانواذيبو السبخة حالتان في تيارت حالة في عرفات وذلاذة في الرياض الفحوصات عددها 674 لآخر 24 ساعة منها 635 للتشخيص تتوزع ما بين 358 من الفحوصات السريعة و 277 من الفحوصات البسار أما توزيعها على الولايات وعلى النحو التالي 84 في الحوار الشرقي فحصاني في الحوار الغربي 67 في العصابة 19 في القرغل 19 في البراكنة 36 في تريرزا 14 في أدرار 31 في نواذيبو 6 في تقانت 21 في قديماقة فحصاني في تيرزمور 48 في إنشيري 255 في نواكشوط الغربية 42 في الشمالية و 28 فحصاني في نواكشوط الجنوبية ويصل إذن عدد الفحوص منذ بداية الجائحة إلى 194 801 منها 167 754 للتشخيص تتوزع ما بين 127 788 من الفحوص السريعة و تسعود لازمولد الفحوص و تسعود لازمولد الفحوص شكرا للمشاهدة 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 Le total de tests a ainsi atteint 194 801, dont 167 751 de diagnostics, répartis entre 127 788 de tests rapides et 39 966 tests de PCR. La situation est dans les structures hospitalières avec ma collègue Mariam Kebe, la directrice de la médecine hospitalière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons aujourd'hui 51 patients hospitalisés qui se répartissent comme suit. 1 patient présentant des symptômes légers à l'hôpital de Kifa, 3 cas légers à l'hôpital de Boutilimite, 8 patients à l'hôpital des spécialités, dont 2 cas légers et 4 cas graves, 3 patients à l'hôpital mère-enfant, dont 1 cas légers et 2 cas graves, 5 patients à l'hôpital de l'amitié, dont 3 cas légers et 2 cas graves, 16 patients à l'hôpital national, dont 14 cas légers et 2 cas graves, 14 patients à l'hôpital de 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 la République, dont 8 cas légers et 6 cas graves, 3 patients en centre national de cardiologie, dont 1 cas légers et 2 cas graves. نستطيع نسمحوا عليه وإنصال لفطوص والصور من المغروف. نحن المهتمام الزوجة في الزوجةية ، للمديدام مسألة أصبحت الأساعدة إلى المشاوضة ضمن الأحلية. المهتمامين، اليس facultهًا تتخلص أيضًا من الكثيرًا، تبدو شجارًا من المشاوضة من الأسظراء ونصبحت الأساعدة إلى المفيد. السلام عليكم ورحمة الله.